الصحة والجمال لون جديد للحياة هو مصطلح العقم ده مصطلح سلبي شوي احنا ما بنحبش لوه بيصدم الناس احنا ما بنحبش نحكم على حد بده ان شاء الله يا رب نعتبر ان شاء الله ننجح في علاجه فمقترح بيكون سلبي وبيدي اثر سلبي شوية عند بعض من مرضانا احنا بنفضل لفظ تأخر الانجاب تأخر الانجاب في حد ذاته هو معناه ان شخص متزوج بقاله اكتر من سنة من علاقة زوجية مستمرة ومنتظمة مش مثلا غايب بيسافر 4-5-6 شهور ويرجع يقعد اسبوع او كده ففي هذه العلاقة موجود مع زوجته بصفة دائمة ولم يحصل حمل او في هذه الفترة لمدة سنة بدون استعمال اي وسيلة من وسائل بالنسبة برضو للناس اللي هم اتجوزوا ما اتجوزوا فترة ما اتجوزوا مباشطات يعني على طول مباشرة اه معلش هو حدرتك هل يدول بيتسموا مثلا كلمة عقيم احنا اتفقى ان احنا مش هنالجأ للنفذ ده خالص لكن احنا بنقول اللي متزوج بقاله اكتر من سنة محتاج انه هو يروح يشوف اذا كان هو عنده مشكلة ولا لا او اذا كانت زوجته عندها مشكلة ولا لا ولو بقالهم اقل من كده مفيش معنى ان هم يتطمنوا على نفسهم النقطة المهمة برضو اللي كنا عايزين نثيرها انه في المجتمع كتير اوي من الناس بنيجي نلاقيهم الزوجة بتعمل فحوصات كتير والراجل رافض ان هو يعمل تحليل مع انه الراجل يمكن تحليل واحد بس بيكفي ان هو يدي مؤشر عن قدرته الانجابية الفحوصات دي اللي قبل الزواج ولا امتهى؟ غير فحوصات قبل الزواج طبعا هراك اثرت نقطة مهمة اوي اهمية فحوصات قبل الزواج فحوصات قبل الزواج مهمة جدا علشان نتجنب ان تحصل مشاكل بعد الزواج او نتجنب ان تنتهي الزيجات للأسف في صحات المحاكم فحوصات قبل الزواج بتطمننا على القدرة الانجابية وبتطمننا على الكفاءة الجنسية وبتطمننا على اذا كان في اي امراض وراثية في العيلة بالاخص لو حد بيتزوج قريبت ولا حاجة وبتطمننا على لو كان في اي امراض تناسلية او حاجة ممكن تنتقل بين الزوجين والاهم انها بتبقى فرصة لما بيجينا الزوج والزوجة ان احنا نقدر نديهم اجابة على بعض التساؤلات اللي بتكون مخوفاهم قبل ما يتجوزوا ومحتاجين يعرفوها وبنعرفهم بعض التثقيف الصحي السليم لأمور الزواج علشان في كتير قوي من الناس داخلين على الزواج برهبة معينة او حاسين ان هم مقدمين على حاجة صحة او هم داخلوا حاجة ومسلا وتفكير تاني لقوف عمل لهم صدمة عمل لهم ضعف انجاب طبعا شوفوا حالة اسباب ضعف الجنس من ضمن الاسباب برد طبعا وان كان ده طبعا يعني حالتنا لكن طبعا من ضمن الاسباب تعثر الكثير من الزيجات عدم الدراية او عدم الوعي او عدم الثقافة الصحية والجنسية السليمة من قبل الزواج احنا حق اولادنا علينا انه قبل ما يتجوز نعرفه للعديد من الحاجات عشان ما يفضلش هو عنده تساؤلات وعايز يعرف الاجابة عليها يلجأ الانترنت وسواء كان المعلومات على الانترنت ممكن تكون سليمة او خطئة او يلجأ لصديق ممكن يقول له معلومة صحة او معلومة غلط فليه ما احنا موجودين ونستطيع ان احنا نزودهم عشان ما اطلعش الموضوع انا حقا كلمت على نقطة الفحصات بالنسبة بقى لازم انتظر او الشخص مثلا بيعاني لازم انتظر عام كامل عشان يعمل فحصات احنا مش لازم ننتظر عام كامل لان زودت الحالك كده بالنسبة للرجل بالاخص الحمد لله المسألة عندنا اسهل بكتير من الفحصات الخاصة كمان بالمرأة انه بمجرد ان هو بيعمل تحليل السائل المانوي بنتأكد من قدرته الانجابية لكن طبعا لازم يعملوا بطريقة سليمة وفي معمل موثوق ناتيكتو وبالعكس احنا بنشجع ان احنا كل ما نبدأ بدري احسن لانه معظم المشاكل انه يكون كلها يعني بمجرد يعني بمجرد ما احنا في بعضهم من قبل الزواج زي ما قلنا ممكن نعمل فحص يتمن على نفسه لكن بمجرد ما لقى ان الامور اتأخرت ما فيش مانع ان هو يبدأ لكن كلمة تأخر الانجاب نبدأ نقلق لو كان مر سنة على الزواج طب بالنسبة لشخص رزقه والطفل هل في صعوبة انه يرزقه طفل اخر او عنده تأخر فيه في حاجة اسمها تأخر الانجاب الثانوي مش الاولية تأخر الانجاب الاولي ان واحد تزوج ومن ساعة ما تزوج ما انجبش تأخر الانجاب الثانوي انه هو تزوج وانجب بعدين بعد سنة ولا سنتين ولا تلاتة حبوا يجيبوا طفل تاني فما بقوش قادرين على الإنجاب وفي بعض المشاكل عند الرجل لأنه احنا برضو مهمة الحكاية دي ممكن تؤدي لكده في بعض الناس يقول لا أنا خلفت قبل كده بقى أنا خلفت قبل كده بقى أنا قادر على الإنجاب احنا ما قلناش لا لكن ممكن يكون في مشكلة بدأت تظهر أو بدأت تتفاقم بعد بقى أن جاب أول طفل أو بعد بقى أن جاب طفل أو طفلين هنا المشكلة بتتراه مع حياك مسأكيد حياك مرت بحلات كتير زي دي في الغالب بتكون المشكلة إيه يعني طبعا احنا هنتطابق لأسباب تأخر الإنجاب ولكن في حاجات كتيرة زي دوال الخصية زي حاجات كتيرة ممكن تعمل كده لا 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 الأسباب السنوية أو اللي هو النحي السنوية مش الأولية في حاجات كتيرة حرك زي ما قلت حرك كده ممكن دوال الخصية تعمل كده ممكن بعض الالتهابات ممكن حاجات كتيرة طب بالنسبة لمشكلة العجم هل يمكن تجنبها؟ فيه إجراءات وقائية لأن احنا الشخص ده لما يكبر أو لما يتدرك بيكونش عنده عقد من ضمنها من الحاجات المهمة جدا مثلا الفحص اللي احنا بنعمله لأي طفل أول ما بيتولد لو عنده خصية معلقة لو خصية واحدة بس اللي موجودة أو الخصيتين مش موجودين في كيس الصفن يبقى ده عنده خصية معلقة محتاجة أن احنا نتبعه ونشوفه لازم يعمل عملية علشان ينزل هذه الخصية بعد ما يتم سنة احنا بنسيبه أول سنة من عمره بندي فرصة أن الجسم يخرج الخصية لوحده إذا ما خرجتش بعد مضي ما بين ما يتم سنة وقبل ما يتم سنتين لازم نعمل انزال لهذه الخصية علشان طفل ده لما يكبر ويبقى راجل ما يبقاش عنده يعاني من مشكلة نفتصال أول باكين كم النوطة دي معنا اتصالوا سيد متحد ألو أهلا وسلام عليكم عليكم السلام أهلا وسلام عليكم تفضل يا فندي معك الدكتور ممكن أتكلم الدكتور مع حضرتك يا فندي متفضل أهلا وسلام بحضرتك السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل يا فن فضل حضرتك يعني في لي خفين هل ممكن ممكن أنا كنت متعودة في كيفية مخلف هل ممكن أخذت يا سلمتحف ممكن أخذت حياتي ولا أخذتك في عيادة أنا مش قدر اسمها أهلا يا سلمتحف ممكن حقيقة وضع صوتك شوية ممكن أخذت ألو أيوة مع حضرتك الصوت لو سمحت لا يعني بقى بتعكي بصوت مقال بحضرتك إحنا يبدو أنه هيبقى في صعوبة في التواصل مع أستاذ متحف إحنا ما عندناش مشكلة لو يقدر يكلمنا تاني أو حتى لو نديله الرقم يقدر يتواصل معنا نتواصل معه تاني وإن شاء الله يكون في صوت أفضل فكنا منتكلم فيه حاجات تانية كمان غير إنزال الخصية اللي هي تجنب حدوس الوقت من ضمنها أن في بعض الحالات الطريقة أن يحصل ألم شديد في الخصية مفاجئ يكون نتجة عن التواء الخصية ودي حالة طريقة يجب إعادة الخصية إلى وضعها السليم قبل ما يحصل فيها ضمور أو أن الأنسجة بتاعة الخصية نفسها تفقد وظيفتها برضو من الحاجات الأخرى علاج التهابات الخصية والتهابات القنوات الغدد التناسلية لأنه أي التهاب لو ما تعالجش كويس بتنتهي القصة بأنه بيحصل زي تلايف بيسد هذه القنوات وبتكون قنوات دقيقة جدا فده ممكن يؤدي إلى عقم من سدادي بعد كده تجنب التعرض للحاجات اللي ممكن تدمر الخصية زي بعض الهرمونات زي العلاج الإشعاعي حتى الناس اللي بيشتغلوا في أماكن فيها إشعاعات بيبقى ليهم بعض يعني يرتدوا بعض أزياء أو لبس واقي ضد هذه الإشعاعات من ضمن الحاجات برضو اللي احنا عايزين ننبه ليها اللي ممكن تؤدي إلى أن الشخص ده المتجوز بقى عنده عقم بعد الحقن اللي شبابنا بياخدوها في الجام وفي صلاة الحديد اللي بيروحوها عشان تنفخ العضلات بعضها بتؤدي إلى ضعف شديد بل نعدام تام في الحيوانات المنوية في السائل المنوي بتضع في الخصية بشدة فيه برضو حاجة تانية كإجراءات وقائية تقنية حديثة أن بعض الناس بيجي لهم أورام في منطقة الحوض أو أيا كان أو في الخصية نفسها فدول كانوا قبل كده بيتعرضوا تفضل دول قبل كده كانوا بيتعرضوا إلى أنهم ياخد علاج إشعاعي أو علاج كيميائي بيدمر الخصية تماما سواء ناتج عن ورم أو عن أي سبب تاني فدلوقتي يبقى فيه تقنية اللي هي حفظ الحيوانات المنوية بالتجميد أو بنسميها بنوك الحيوانات المنوية بيروح يودي عينة زي ما اللي بيعملها لتحليل السائل المنوي وبتحفظ بتجميد وبتبريد في بنوك مخصصة لده باسمه بحيث لو أخد العلاج وما رجعتش الخصية استعادت وظيفتها تاني يقدر يعني ينجب إن شاء الله يا رب العالمين إذا ربنا شاء بتقنية الحقن المجهرية كامل أسباب بس كان سيد ميت حتكلم فريق الإعداد وقال لهم كان سؤاله أنه صخص عنده 50 سنة ومتزوج وعنده أولاد وبيقولها اتجاوز تاني فبيقولي طرع هقدر عندي قدرة إنجابية إن أخلف تاني ومعنده السكر أو ضغطه أي حاجة وعنده سنة 50 سنة والله هو إذا كان عايز يعرف رأينا الطبي فرأينا الطبي هو ربنا سبحانه وتعالى من نعم علينا إنه هو بيدناش نعمة ويحرمنا منها تاني فما فيش مشكلة خالص إن أي شخص في أي سنة بالنسبة للرجل احتفاظه بالخصوبة بتستمر ولكن ما فيش مانع إنه هو يتطمن على نفسه بتحليل بسيط أوي لكن أتمنى إنه هو ما يكونش بياخد يعني موافقتنا إنه هو يتجاوز تاني ولا حاجة ده ماناش دعوه بيه نحن 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 نتصال برضي استيس خالد فدل فدل بس نحن نتصال برضي استيس خالد ألو معنا تصال استيس خالد عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله بركاته فان فتفضل عمنا طلب أن تتواجد استيساك فتفضل لفان نحن نتزوج يدري الساعتين وبعدين عملت تحليسها المنفو وبعدين ما حصدش أي حاجة خالص ده عندي سواء اللي تقلمت بلا تشتج بلا فيد عند الدكتور وعندي الصفاتين متعلقين فوق فدل ما عنديش ما فيش أي مشكلة خالص فمش عارف عن النظام عنه ده مش سمع كويس هو عمل تحليسها المنوي وملقاش في نتيجة كبيرة ملقيتش حارتك حيوانات منوية في الساعة المنوي خالص ولا كان ضعيف لا الله فيش خالص مفيش حيوانات منوي وهل حركة عملت أي فحوصات أخرى أو عملت عينة أو خاز عمل الخصية؟ لا ما أخدش حاجة من العينة أجل أن لديك عملية حجم مجهاري وصلبوا مني تحليل ثلاث تحليلات في الساعة المنفو وشعر في الطرم ده عملته فلجل هرمولات عالية والسرادية فأجل أحسن حجم صحك لأن تحليل حجم مجهاري طيب أحمد شاكين لحركة هنجاوب حركة إن شاء الله يا رب أثناء الحالة بتاعتنا الحقيقة حالة الأستاذ هي أحدى الحالات اللي محتاجة أن احنا نشير ليها وإن كنا هنشير ليها في الوسائل العلاجية لكن حالة إنعادية موجود حيوانات منوية داخل الخصية وعمل تحليل هرمونات لأهرمونات مرتفعة فده مؤشر إن الخصية وظيفيا ما بتقديش وظيفتها بصورة كويسة الحالات دي كان علاجها صعب ويمكن ومازال برضو مش كل الحالات بتقدر تستجيب للعلاج لكن إن شاء الله بقى فيه تقنيات حديثة إن احنا نقدر ننشط الخصية أو نستحفها إن شاء الله يا رب أمر الله طب بالنسبة للراجل اللي هو أقولنا عند خمسين سنة الفحوصات المفروضة يعمل على الفترة دي لاو ممكن يعمل تحليل سائل منوي يطمئن نفسه لو هو عايز يتطمن على القدرة الإنجابية ده طبعا غير لو عايز يتطمن على كفاءته الجنسية إنه في بعض الناس بتخلت ما بين ده وده يقول أنا يعني عندي ضعف جنسي وعمل تحليل سائل منوي لقيته سليم ده ما لهش علاقة بده خلص تحليل سائل منوي بيقول قدرته الإنجابية هو أولا كان عاال عندها اللي هو القدرة الجنسية بتتطيع عليها بس هو آه خاف إنه ماكونش عنده قدرة إنكبية ما فيش مشكلة خالص ده تب نسبة استعماله منشطات او الليل ادوال زهرة في سوق الفترة اخيرة دي هاتي ممكن تقزين؟ احنا كده هنخش في حلقة اي عن ضعف الجنسي لا لا انا بس او ما شاء الله رجل جاب سؤال مركب يعني لكن خلينا اقول لحرك طبعا احنا لا ننصح باستعمال المنشطات دون ان هو يرجع لطبيب لانه للاسف الكثير من الناس يقول انا كنت كويس وباخد منشطات فمشكلة ان هو حصل له ضعف جنسي وابقتش منشطات بتجيب نتيجة لانه استنفذ فرصته في العلاج بيها فده طبعا يعني جزء يمكن يكون شق اخر يعني لو اتكلمنا حراك كنت قلتيني على اسباب الاسباب اسباب تأخر الانجاب عند الرجال ممكن هنقش الاسباب اللي هي هننقش الفيديو الاول عن الاسباب وكده وان شاء الله الحاج يوازقنا على فرح نشاء الله نشوف الفيديو مع بعض عن الاسباب وبعد كده نرجع الدكتور النقش حراك ممكن تشرحونا يا دكتور الفيديو كده احنا حراك هنتكلم عن اسباب وهتظهر اثناء الفيديو يمكن بترتيب مختلف اسباب المتعلقة بالزوج اللي بتؤدي التأخر في حدوث حمل من ضمنها في كذا مرحلة ثلاث مراحل مرحلة قبل تصنيع الحيوانات المنوية بالخصية بيقى في بعض الاختلالات في وظائف الغدد سماء زر غدد النخامية وهي المسؤولة عن انها تفرز هرمونات بتنشط الخصية وبالتالي بتطلعها بتوازن دقيق دي الحيوانات المنوية وده الرأس والديل الحيوان المنوي مهم انه يكون ليه حركة قوية عشان يكون قادر على اختراق جدار البويضة وعشان يكون قادر انه يوصل للبويضة داخل الرحم كنا بنقول ان من ضمن الاسباب الاخرى الامراض المزمنة زي ما واحد يكون عنده مرض مزمن فبيؤثر على وظيفة الجسم بالكامل من ضمنها يعمل اختلال في قدرة الخصية على تصنيع الحيوانات المنوية في اسباب اخرى متعلقة بالخصية نفسها انه يكون مثلا زي ما قلنا ان الخصية معلقة او في بعض الحالات الاخرى ممكن يكون ناتج عن بعض الامراض الكروموزومية او الجينية زي متلازمة سيرتولي او متلازمة كلينفيلتر التدخين من الاسباب اللي بتؤثر بالسلب على القدرة الانجابية لانها تضعف الحيوان المنوية الحيوان المنوية اللي شفناه بيتحرك وبيجري قدامنا الوقت داع الشاشة مع الشخص المدخل يكون اضعف او بدون زي التدخين في مواد بتيجي الحيوان المنوية بتشل قدرة الحيوان المنوية على الحركة تماما فبتخليه مش قادر يوصل للبوايدة ولا قادر يخترق جدار البوايدة من ضمن الحاجات برضو طبعا تدخين انا وصل بيه التدخين بكافة انواع يعني السجائر والشيشة وكل انواع تدخين من ضمن الحاجات برضو دواج الخصيتين دواج الخصيتين هي التمدد في الاوردة اللي بتجيب الدم من الخصية ترجعها تاني لها دور قد ايه كده في المشكلة العقل لا الحياة دواج الخصية من الحاجات المنتشرة في الشرق الاوسط لانه باين اكتر شيء مؤثر في المشكلة العقل هي موجودة عند عدد لا يستهان بيه من الرجال لكن مش في كل الحالات دي تكون مأثرة على القدرة على الانجاب وزي ما قلنا ان ده بيكون ناتج عن ارتجاع في الدم داخل الاوردة المتمددة فبتضغط على نسيج الخصية وبالتالي بتأثر على وظيفتها او على قدرتها على انها تصنع الحيانات المنوية من ضمن الاسباب الاخرى المتعلقة بالحكاية دي تعرض الشخص لعلاج هرموني او لعلاج كميائي فده بيضع في الخصية زي ما احنا قلنا قبل كده التهابات الخصية والاخصة لو حصلت في السن مبكر كتير اوي من الناس بيجي عنده مشكلة وبنكتشف انه هو صغير كان حصل له زي منقول الغدة النوكافية او عند العامة مشهورة لديها اسماء مختلفة زي بولوكيم او كده فاحيانا بتنتقل الى ان يحصل التهاب في الخصية الالتهاب ده بلانتج عنه تورم في الخصية وبيلتأم بتلايف فيدمر جزء من نسيج الخصية دعف الحيانات المنوية في عكم وكده طبعا برضو الاورام الخصية وبعض الامور اللي بتؤثر على الحاجات دي الناس اللي تشتغل في مجال في المصانع الأدوية التعامل مع الهرمونات لازم يكون في سواء مهم جدا لها هل علاقة مشكلة امراض الرئة لها علاقة بال لا في بعض المتلازمات او بعض الامراض بتؤدي الى مشاكل في الرئة وبتؤدي الى ضعف في حركة الحيانات المنوية في وقت في نفس الوقت يعني بالنفس الطريقة غير ان لو امراض مزمنة زي ما احنا قلنا في الاول اي حد عنده مرض مزمن فالجسم بيكون غير قادر على ان هو يوفر الطاقة الكافية انه يصنع حيوالات منوية زي الناس اللي بيكون عندهم امراض مزمنة في الكابد او في الكلا او او حتى لو من فتر الطفولة دي حتى في بعض الاحيان بتؤدي الى تأخر البلوغ اه برضو ألاج حالات تأخر البلوغ المبكر بيؤدي الى الناس دي لما يكبروا انا عادي تأخر حالات البلوغ المبكر بس بعد اتصال او سيد محمد بعد ازعى مقاطعة بس اتصالات كتيرة وكده وفيه اتصال محمد ومعادي اتصالات يوفرون سيد محمد السلام عليكم عليكم السلام احنا متشكرين لحرتك وهنجاوب حرتك على الحكايات دي الحقيقة اللي المحمد احنا بنشكره لانه اثار نقطتين مهمتين اوية عدم وجود خلايا الام ونقطة الخلايا الجزعية عدم وجود الخلايا الام ده كنا احنا احد الوسائل التشخصية اللي احنا هنتكلم عنها بعد كده انا هناخد عينة من الخصية وبنشوف اذا كان في انا اه 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 واه اه اه هو اثار النقطتين ده نقطة عدم وجود الخلايا الام ونقطة الخلايا الجزعية اه اه دي اضياء مهمة مفقود طبعا لازم ننخشها ونوعي الناس بيها � stagnاء بالنسبة لعدم وجود الخلايا الأم كان من فترة طويلة كنا لو خدنا جزء من نسيج الخصية وشفناها من لقيناش خلايا أم نعتقد من خصية كلها كده لحد ما بقى فيه تقنيات حديثة بيتكشف فيها أنه خلايا الأم إن كانت مش موجودة في جزء من نسيج الخصية قد تكون موجودة في أجزاء أخرى وممكن تنشيطها علشان تصنع حيوانات منوية وزي ما قلنا من شوية كان بقى فيه تقنيات حديثة في التنشيط فكلمة عدم وجود الخلايا الأم ده حكم يعني أنا شايف أنه هو غير صائب أنه نحن نحكم عليه بات ونهائي كلمة غير صحية ممكن أنه نفتش في أماكن أخرى من الخصية لأنه العلم حديثة نكتشف أنه ممكن ما يكونش خلايا الأم موجودة في أماكن ولكن موجودة في الأماكن الأخرى نقطة الخلايا الجزعية اللي أثرها أنا خابب أنه نأجلها لأنها موضوع مهم جدا ولازم الناس نتكلم عنها ولازم تعرف مين اللي بيستغل الناس ويستغل أقولهم موضوع الخلايا الجزعية نقطة الثانية اللي عايزة اتكلم فيها أنا بس هستأذن حركة احنا ما كملناش بقية أسباب التأخر الإنجاب اتكلمنا على مرحلة ما قابل الخصية ومرحلة الخصية بالزبط وعدم تأدياتها ووظيفتها فيه جزء اللي هو مرحلة ما بعد الخصية أن يكون فيه عدم قدرة على خروج الحيوانات المنوية إلى السئل المنوي زي حالات العقم الانسدادة واحنا عندنا اتصال احنا أهم حاجة عيوننا لجمهور معنا اتصال مادام سميرة مادام سميرة مادام سميرة مادام سميرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مادام سميرة تفضلي يا فندي بالنسبة لجزء يا دكتور احنا متجوزين لنا 25 سنة الوقت اللي كله حصل حملة مرة واحدة بس يعني من سنة ونوص وبعدها يعني نفسيك حصل ايجار وكده ونفسيك يضعبانة واتسأل ما انا وقال لي خلص عنده بيقول لي خلص بعض سنة ونكبرت وكده ونفسيك ووحشة ده السبب هي يا دكتور يعني علاج ولا نفسيك معلش هو الاستاذ محمد محتفظ باليروبيس لنفسه فهو اللي بيسمع الاسئلة كويس ممكن حقيقك يا فندي انت عايدي السؤال تاني عبدكتور بس بسود اعلى شوية اه 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 اعادوا من الاول خلص ولا اه اه مثلا من النقطة النقطة المهمة فقط قل هو لي حديدك يا سلم يعني اه هو يعني السلمان ولا مقال عند جوز يعني بقى لي تأثير بالخلفة ولا النفس قال لي كمياته يا فندي تأثير بقى بالضبط مش عارفة يعني ممكن نعلاج دوت ولا حالة نفسية ولا خلاص هو سنه عند ثمانية وارفين سنة اه خلاص كده لا هجاوب حضرتك حضر يا فندي اه اه الاخت بتسأل على ان السلم منا عند زوجها اه ناخد التسأل التاني برضه حاضر اه قلت عليك القناة عيونها للجمهود لا اهل المساهم معنا تسألوا سيزا امال برضه علوم فضال يا فندي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم وطت انا مدام امال من الجيدة اهلا وسهلا بحضرتك يا فندي وط التلفزيون واسمعني التلفون اخبت لي اخبت لي انا عايزة اسأل الدكتور لو سمعت اخبت لي يا فندي انا عايزة اسأل الدكتور لو سمعت انا جزء دائم استفر ومش موجود كتير واما بييجي بحث ان هو اه 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 تعبان شوية او اه اه مفيش رغبة يعني مش مشتاق وكده اعمل تمسان يا فندي كده اسمها الجسم الكهفي او ان هو مش عارفة يعني انا مش عارفة اعمل ايه دكتور اعمره كم سنة يا فندي اعمره كم سنة حضرتك اعمره كم سنة حضرتك اه خمفين سنة عنده اي مشاكل صحية عنده سكر او ضغط او اي مشاكل صحية اخرى اعمره كم سنة حضرتك لا الحمد لله بس هو بيدخن بشراها اه نقص اه محتوى السائل المنوي من الحياة المنوية او في البداية ان هو كان عندها غياب اصلا اه السائل المنوي موجود ولكن الكمية نقصة ولكن اصلا ايضا فيه غياب للحياة المنوية اه دي نقطة اه ده محتاج ان هو يتشاف كويس اه الكمية قد تكون مؤشر على ان فيه خلل في الهرمونات وده ممكن يحدد لنا السبب بمجرد بعض التحاليل البسيطة هنقدر ان نحدد بيها ايه سبب اه هذا الكلام وياخد علاج ان شاء الله تزيد الكمية وممكن كمان يبقى فيه فرصة ان الحياة المنوية تزيد الفاضلة للكلمة الثاني زوجها دائم السفر وبيغيب لفترات طويلة وعنده مشكلة في الرغبة برضو ده يعني خارج موضوع الحلقة لكن خلينا نقول لكن خلينا نقول البتين سجاير في اليوم هو بمثابة انتحار تمام؟ ده طبعا بيؤثر بالسلب جدا على المدى البعيد طبعا على المدى البعيد نقص الرغبة غالبا بيكون ناتج عن بعض الاختلالات خلل في الهرمون او خلل في قدرة الجسم على ان هو يتواكب يبقى فيه رغبة ويبقى فيه هرمون الزكورة او ده طبعا محتاج يروح لحد متخصص لكن احنا عايزين نقول انه الضعف الجنسي في بعض الحالات وفي بعض الابحاث الجديدة اللي احنا عملنا البعض منها في قسم طب وجراحة امراض الزكورة في القصل العيني بتتكلم عن انه الضعف الجنسي قد يكون مؤشر لمشكلة اكبر يعني الشريان اللي مسؤول عن ضخ الدم للجسم الكافي اللي تكلمت عنه الاستاذة هو هو ده الشريان لو تسد بيبدأ يعمل ضعف جنسي ولو بدأ يتسد الشريان اللي بعده او نفس الحجم او اكبر منه شوية بتكون شرائن القلب والمخ فقد يكون الضعف الجنسي مؤشر ان الشخص ده ممكن يبدأ يشتكي من لقدر الله زبح صدرية او قصور في الدورة الدموية للقلب موضوعنا بقى اللي هو نقشه سريعا اللي هو الاسباب احنا كنا بتكلم في اخر مرحلة ان يكون فيه عقم انسدادي زي ان يكون في بعض الناس بيكون عندهم غياب في الحبل المنوي اللي بينقل الحيوانات المنوية للسائل المنوي ده بينزل سائل المنوي من كان بكميات قليلة شوية لكن ما فيهوش حيوانات منوية ودي مشكلة بيكون من ساعة ولدته في بعض الحالات بيكون فيه انسداد ناتج عن التهابات البربخ او الغدر التنسلية فبتعمل انسداد او يكون فيه تكيز داخل برداخل على ضغط على القناة القازفة وده ممكن يتم عمله بان هو بتدخل جراحي او حتى عن طريق المنزار ممكن يتم تسليك الطريق مرة اخرى في بعض الحالات اخرى يعني حتى الضعف الجنسي او سرعة القازف الشريدة بتخلي الشخص ممكن ما يكونش قادر ان هو يحصل انزال السائل المنوي في مكانه معنا التصال السلام عليكم السلام عليكم السلام ممكن لا كلمة الدكتور اتفضلي حضرتك ايوه دكتور لو سمحت انا مخزون التفود عندي سبع من عشرة ان يتبقي تسمح بالحمز ولا ايه طيب متشكرين لحضرتك طبعا السؤال اللي سألته الاستاذة هو يجاب عليه احسن مني حد يكون متخصص في مجال النسا والتوليد لكن النقطة اللي انا برضو عايز اقولها الاستاذة وبشرة واحدة لسه حتى كنا بالصدفة يعني احدى الاخيوات الفضليات كان عندها مشكلة هي وزوجها الحقيقة هي كان عندها مخزون التبويض ضعيف جدا وهو برضو كان عنده بعض المشاكل في التحليل الخاص به لكن الحمد لله ربنا اكرامهم لسه مبشرين ان في حمل الحمد لله طبعا بالحقن المجهري لكن دايما في امله بقى فيه زي ما قلت وسائل حديثة لتنشيط سواء الخصية على انها تصنع حياة منوية او البوايدة على انها او الاسف المبيضة على ان هو يطلع بوايدات عند الزوجة. ان شاء الله نرجع بقى اللي هو نقطة الاخيرة احاك الله كل ما نروح نكلم فيه احنا كده هنخش في مجال التشخيص بالزبط احنا مفروض نخش في التشخيص اللي هو تشخيص الاسباب بقى. طيب احنا زي ما قلنا احنا عايزين نبدأ نوجه نلفت نظر يعني اخواننا الافاضل ان مش معقول ان انا يكون متجاوز بألي سنة وسنتين وتلاتة وما حصلش حمل واقول زوجتي اعملي كل التحليل والفحوصات وهي راحة وجاية على دكتور ديسة وكل التحليل بتطلع طبيعية وانا مش راضي اعمل تحليل سائل منوي. ومجرد ما اعمل تحليل سائل منوي هعرف اذا كان فيه مشكلة او لا او يا محالات كتيرة او اخدوا علاج بسيط وربنا اكرامهم وتم حصل حمل بفضل الله تعالى من غير اي مشاكل الحمد لله. بس المهم ان احنا نكسر الحاجز النفسي وعايز اقول انه كون ان شخص غير قادر على الانجاب او الانجاب متأخر او حدوث الحمل متأخر ده لا ينقص من رجلته ولا ينقص من مكانته او من هبته في البيت او في المجتمع بنعمل طبعا فيه فحوصات كتير اوي مهم انها تكون عند حد متخصص يا جماعة لو سمحتوا لان احنا عندنا مشكلة هي كتير اوي من الناس الغير متخصصين بدأوا يبقوا موجودين وبيروح للدكتور زي ما قلنا بيعمل تحليل سائل منوي اللي هو بيتم فحصه بيكون ليه شروط معينة بعد ثلاث الى خمس ايام من الامتناء ناخد مع نسيز محمود من الشرقية الو من الشرقية يا فني معك ايو مع حضرتك اتفضل اتفضل يا فني مع حضرتك الله يا دكتور اني انت حدثان منوي الحركة فيه صفر عملت اشعة على الخلصية ما فيه جتواجها والعدد كام يا فني والله يا فني الحركة كان جاتنا فيها معدبا هي الحركة كلها صفر الحركة كلها صفر الحركة كلها صفر حركة كلها صفر حركة عندك اي مشاكل صحية اخرى لا مفيش اي اخي اعملت اشعة على الخلصية ومفيش دولة اول حال حركة عملت التحليل كام مره يا فني اعملت مره يا مره في معامل متخصصة ولا في معامل عادية لا معامل عادية وحضرتك عملت اي فحوصات اخرى عارتك بتشعب سجاير او بتدخن اي نوع من النوعات طيب اني وتشكر هجاوب حضرتك ان شاء الله اني جاوب على سؤاله الحركة صفر بس المعمل مش متخصص خلاص في امراض بتكون الحركة صفر يعني منعدمة تماما وفي معامل مش متخصصة شوية ممكن يعني بس اقول لحركة بعض الامثلة انه تكون العينة اساسا هو جاب العينة بطريقة خطئة سواء باستعمال اي وسيلة اخرى او سواء جاب العينة مثلا واتأخر على ما وداها المعمل ولا كده فالحاليات المنوية بتموت او بتبدأ ان الحركة بتاعتها تنعدم فاحنا محتاجين ان احنا نعيد التحليل في معامل متخصص الحاجة التانية مهم جدا ان احنا نقول منظمة الصحة العالمية قالت انها عشان نقدر نتكلم على نقيم قدرة انجابية للرجل مفروض نعمل تحليل سائل منوي واذا لقينا في مشكلة ما نعتمدش على تحليل واحد او تحليلين نعمل تلت تحليل وزي ما قلنا تحليلين بس اللي عملهم الاخر المتصل ما هماش كفاية ومحتاجين نعمل تحليل في مكان متخصص دكتور عزيم بقى نخش في نقطة التشخيص سريعا جدا علشان نخش في العلاج واهم نقطة محتاجة اللي هي الخلاج جزائي حاضر تشخيص سريعا جدا حضرتك احنا عندنا هنعمل تحليل لازم يكون عند حد متخصص ده اهم حاجة تحليل السائل منوي بالشروط اللي احنا اتكلمنا عنها وللسه في بعض التفاصيل الاخرى اكيد الحالة بقى اجزاء انشاء الله في حضرتك تحليل في بعض الحالات بنحتاج نعمل تحليل هرمونات في الدم الهرمونات المحفزة او المنشطة الخصية في بعض الحالات بنحتاج نعمل اشعة سواء كان على الخصيتين او اشعة على البرستاتا والغدل التناسلية في بعض الحالات الاخرى بنحتاج ان احنا ناخد عينة من الخصية لو فينا عدم للحيانات المنوية تام دي لها اسباب تشخيصية عشان نشوف اذا كان فيه مشكلة للحيانات المنوية تتصنع ولا لا او اذا كان فيه توقف في مرحلة من مراحل تطور او تصنيع الحيان المنوي وليها برضو هدف علاجي ان لو لقينا حيانات المنوية ممكن بناخد الحيانات المنوية دي سواء نجمدها نحفظها بالتجميل لحد ما نحضر زوجته عشان تعمل حقن مجهري او لو زوجته متحضرة بيتم عمل حقن مجهري مباشرة دي الوسائل التشخيصية وزي ما قلنا كل ما يكون التشخيص مبكر يكون احسن حراك عايز نخش على العلاق اه عايز نخش على العلاق في مكلم ما شاء الله حلقة كله مكلمة اهلا مكلمة معنا مكلمة اهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه لو سمحت هيا يا دكتور اه لو سمحت نحول عشرة سنين وما نخلف معايا بنت عنديها تمان سنين ما احفظش حمل غد دلوقتي وعمل تحليل سائلت انا هو دي السياحة مركة الحركة بعيفة ثمينة وتلتين حراك بتقول عندك بنت عبرها ثمان سنين ايه يا فاند طيب يا فاند وحراك عمال تحليل ايه عمال تحليل سائل المنوذة لعدد خمسة وخمسين والحركة ثمينة وتلتين ده الحركة الاجمالية والنشطة اه لا عرفش يا فاند وبالسورة والاشكال الطبيعية والاشكال الطبيعية والاشكال المشوهة حركة عملت تحليل واحد بس يا فندم لا عملت كزا مرة كان بيبقى كويس يعني بس هي اخذ مرة بيعملت فيها الحركة هو مرة ضعيفة يعني طيب سلام على حضرتك شفاك الله وعفاك فندم ان شاء الله طيب فندم حاضر هنجاب على حركة زي ما احنا قلنا هو الفيصل هنا احنا طبعا اه يعني ما عندناش مشكلة ان احنا نقدر نوفر لأي حد يجي عن طريق القناة ان احنا نشوفه بيجواب من القناة ما عندناش مشكلة لكن زي ما حراك شفت الفكرة هنا انه التحليل بيقوله معقول لكن حركة شوية فالقصة ان احيانا بتلاقي الامور رمادية انت محتاج تعمل تحليل بطريقة سليمة في معمل متخصص وتحكم عليه حد استشاري متخصص في المجال عشان يديره الحل النهائي مايفضلش يروح للدكتور ده شوية وبعدين يقتنع بكلام ويمشى عليك شهر شهرين وبعدين يروح للدكتور غيره فيجينا كتير قوي من الناس وخاصة من انجب قبل كده فده ينطبق عليه الكلام اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو بتاع تأخر الانجاب الثانوي العلاج فيه علاجات تدخل علاجي دوائي وفيه علاجات جراحية الدوائي فيه منها حاجات متخصصة زي ان احنا مثلا لو فيه هرمون معين منخفض بنزود هذا الهرمون زي بعض المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها لو فيه التهاب بنعالج الالتهاب لو فيه مشكلة في الحركة بنعالج مشكلة الحركة فيه عقم مناعي بنندي كورتزون ايا كان ده العلاجات الدوائية فيه علاجات دوائية بنسميها انها لتنشيط الخصية عموما برضو بقى فيه وسائل جديدة اوي بنشط بها الخصية ده العلاجات الدوائية تدخل الجراحي لو فيه دوالي بنعمل عملية ربط الدوالي مش بالضرورة اي حد عنده دوالي يعمل عملية لكن لو احنا تيقننا ان هي المؤثرة على القدر على الانجاب ولو في تكيوسات هي اللي بتسدي القناة القذيفة للحياة منها وبنستعمل منظاره وبنعمل لها ازالة ده جزء من نسيج الخصية بيوضح ان في جزء من نسيج الخصية تم اخده والحكم عليه في العينة اللي احنا بنتكلم عنها لو خصية معلقة بنعمل لها انزال زي ما تكلمنا وتثبتها وبرضو لو خصية قلنا حصر فيها التهاء بيتم اعادتها وفي وسائل اخصاد مساعدة بعد كده نتكلم عن وسائل اخصاد مساعدة اللي هي تشمل التلقيح الصناعي وتشمل الحقن المجهري واطفال الانبيب اللي هي بتعتمد على تنشيط التبوير عند الزوجة وبيتم استخلاص هذه البويضات وفي نفس الوقت بيتاخد الحياة المنوية من الزوج لو هو تحليل سالباني بتاعه معقول بيتاخد الحياة المنوية النشطة وبيتم اعدادها وحقنها داخل الزوجة ده تلقيح الصناعي الحالات اللي هي خلاص وصلت تقول لك مرحلة اليأسة او يأسة من كتر العلاج ايه الجديد في الطرف اللي يديهم الامن زي ما قلنا بقى في وسائل جديدة اوي لتحفيز الخصية لتصنيع الحياة المنوية بقى في وسائل حديثة لتحفيز كمان التبويد عند اخواننا ده كانت اسادزة النساء والولادة برضو بقى في تقنيات احدث بتزود من فرص نجاح الحقن المجهري وزي ما قلنا بنستخلص الحياة المنوية سواء من الخصية او من السائل المنوي التقنيات اللي معترف بيها على مستوى العالم بس وللعلم معترف بيها كوسائل علاجية حصل فيها جديد اوي وبقى فيه تطور في العلاجات وفي اساليب الاستخلاص وفي اساليب الحقن كمان جامل جدا دكتور وتطبع اخر نقطة معنا تطبع اهم نقطة انا بجد محتاج قاعدتنا مخصوصة عشان اسمحها وعشان نوصلها للجمهور عشان الناس تفهم اغلب دكترة ماشيين ازاي او الناس بيستغلوا علوم ازاي ان اغلب مثلا مريض التأخر انجاب لو الدكتور قال له هتعنيك وخليك تجيب عيال هيعمل وبرضو اسمحتي اشعب لما ندخل ايه التبرع بالحيانات المنوية اسمحتي حاجات غريبة جدا ممكن حيك توضح لها نقطة الخلايا الجزعية اللي هو ايه علاج العقم بالخلايا الجزعية طيب احنا اولا بس نقطة التبرع دي دي نقطة خارج نطاق الدين وغير مقبولة شرعا ولا دينا وغير معمول بيها وميتعامل بيها في الغرب لكن ممنوعة خالص تماما في مصر وفي كافة الدول العربية وفي دول الاسلامية وبعض الدول برا كمان نقطة الخلايا الجزعية الحقيقة نقطة بشكر حراك نحرارك اثرتها وكان اثارها احد المتصلين بينا ومشكلة انه بعض المرضى وبعض الناس في مجال تأخر الانجاب بيكون وصل لمرحلة تقارب اليأس من فرصة نجاحه ان هو يحصل على طفل وفبدأ يبقى هدف لوسائل علاجية اخرى الخلايا الجزعية الحياة الجمعية المصرية الامراضي الزكورة طلعت بيان بتحط فيه القول الفصل بالنسبة لقصة الخلايا الجزعية دي وقالت فيه انه العلاج بالخلايا الجزعية ده مش مزبوط وانه لا يعتمد على سند علمي وانه الكلام ده مازال في مراحل التجارب على الانسجة او على الفقران ولا نستطيع ان احنا نطبقه على الناس او على المرضى تأخر الانجاب او اللي عندهم مشاكل في تصناع الحياة المنوية الاطباء بيستخدموا اسم الخلايا الجزعية وزارات الخلايا الجزعية مع ذلك احنا حررتك هذا النظام غير معتربي في مصر ولا يعني ما هواش مقنن بل بالعكس ده يمكن الجماية كمان طالبة نقابة الاطباء ووزارة الصحة بانها تضمن حق المريض في ان هو ما يخضعش لوسائل علاجية غير امينة وغير مجربة طب هزا العلاج او هزا التكنية ما اعترفش لسه هنا الطبوكت بره ونجحت ولا لسه تضارب لا احنا مش منتكلم عن هنا بس احنا بفضل الله لدينا ابحث كتير او على مستوى العالم يعني اعلى مستوى العالم لسه حق لتضارب العمل مجال الخلايا الجزعية في مجال غياب او انعدام الحيوانات المنوية او الخلايا الام عند الرجال ده مازال قيد التجارب بيتعامل على مستوى الانسجة او على مستوى الفقران ده مش كلامي ده كلام البيان اللي طالع من الجماعية المصرية لامراض الزكورة وبالتالي لو سمحته يعني عايزين ننتبه احنا في وسائل علاجية معطرف بيها هو حالك مثلا بتتم ازاي اصلا اخد عينة مخير ده حضرتك ده زي ما قلت حالك كده يعني ده كلام مازال في مرحلة التجارب وحتى مش مجاله ان احنا حتى نعرضه لانه مازال حاجات غير موثوق بيها ومازالت حاجات غير معطرف بيها ومازال بنقول ان هو غير قانوني اللجوء لهذه الوسائل وما نقدرش نقول للناس خالص ان فيه اي فرصة في كده لو سمحته ما تمشوش وراء يعني سراب وكلام زي ما نقول كده ما هواش قانوني وما هواش مضمون يعني لا تقبل انك تكون قيد التجربة او تخضع لتجارب او لوسائل علاجية ما زالت ما جريتش نتائج او ما زالت مش معطرف بيها او ما زالت غير قانوني اللجوء للعلاج بيها طبقا لاخر ما وصل اليه العلم حتى هذه اللحظة اللي احنا بتكلم مع بعض فيها ويريت لو العلم وصل ان فيه وسائل علاجية في هذا المجال او كده يريت لكن احنا ما نكرهش بالعكس نتمنى وان يبقى فيه امل جديد لكن زي ما قلت الحراك كده شريطة ان الكلام ده يكون يعني لا يتم استخدام المرضى او البشر كوسيلة التجربة اعنا لديه بس رسالة اخيرة حابب ان اقولها لمشاهدينك الكرام واخد من يعني من القناة عندكم منبر ان احنا نقدر نتكلم معهم نقول لهم لو سمحتوا ما تفقدش الامل لو سمحت حضرتك كتير اوي من الناس اللي عادين بيتفرجوا علينا قدام الشاشة راح للدكتور وقال له خلاص وارضب لربنا قسموا ليك وارضب قضاء الله وانت مش هينفع انك انت تنجب وا 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 لا لو سمحت ما تفقدش الامل ان كل يوم فيه جديد وكل يوم بقى فيه تقنيات احدث وكل يوم بقى فيه فرص احسن وان شاء الله يا رب العالمين من الجهات الموثوقة ومن الناس المتخصصين ومن الناس الاسدزة والاستشاريين والافاضل اخواتنا واسدزتنا وزملائنا نقدر ان احنا ان شاء الله يا رب نقولكم على وسائل جديدة ان شاء الله متفقدش الامل واسعى وان شاء الله يا رب العالمين ربنا امرنا ان احنا ناخذ بالاسباب وان شاء الله في امل وان شاء الله يا رب امر الله ان شاء الله هياك نورتنا نهاردة بجدر حلقة جميلة جدا اننا قدرنا نوصل اولا رسالة بسيطة للجمهور وشكرا لكم على حسن استماعكم ومشاهدتكم مننا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.sahha.tv ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com slash الصحة channel وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com slash الصحة tv وعلى تويتر www.twitter.com slash الصحة tv اشتركوا في القناة